اشتركوا في القناة درون المغربية يهاجم امس قافلة من سبع مركبات ومعها منظومة الباطنسر وخبراء جزائريين على مستوى شرق المحبس العملية المباركة يضيف المصدر اصفرت عن مقتل اللواء جمال بوزيد من الجزائر ونائب قائد الدرك محمد لامين ولد الغزواني وعدد كبير من المقاتل هنا وفي ذات الصياق كثب دراح الاعلامية لنظام الجزائرية موقع الشروق بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون ورئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة رسالة تعزية لعائلة الفقيد اللواء جمال بوزيد الذي وفته المنية يمهو ثلاثاء بعد مرض عضانا في رد منها لما تم تدوله بخصوصا اللواء بوزيد توفي في قصف المغربية وجاء في رسالة تعزية التي بعثها الرئيس تابون لعائلة الفقيد طلقيت بألم نبأ وفاة المغفور له بإذن الله اللواء جمال بوزيد بعد مرض عضال ألزمه الفراشة وأضاف وإتر هذه الفاجعة تقدم إلى عائلة الفقيد وكل أسرة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بتعازي الخالصة ومواساة الصادقة سائلنا الله عز وجل أن يتغمته برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنتها ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوانة نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء